سهل صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بيات توقعات الفلكية والأبراج واليوم رح نحكي عن الأبراج اللي ما حكينا لها مبارح لشهر تسعة الجزء الأول من شهر تسعة وإن شاء الله الأحد رح نحكي للعشر أيام الأخيرة من الشهر قبل ما أبدأ بالأبراج بدي أرد فقط على سؤال توارد كثير مبارح من كثير أشخاص وهو أنه تخوفهم من عطارد عم يتباطئ والمشتري بنفس سرعته فعم يوصل المشتري لعند عطارد وعم بيصيروا مواجهين لبعض مع وجود المريخ بالجوزة وبناء على اللي عم تسمعوا ممكن يكون فيه سلبيات لهذه المواقع بكثير أشياء يعني مثلا ما عم تمشي الأمور مثل ما أنتوا تخططوا تمام صحيح تراجع بعض الأمور اللي هي بالنسبة للكم شيء مصيري بردو تمام فيه تسويف وتأخير فيه حوادث بسيطة فيه بدكم تنتبهوا لأسراركم فيه سمعتكم بخطر البعض من الأبراج بدكم تديروا بالكم على أقوالكم وأفعالكم كل هذا تمام ولكن اللي ما سمعتوا أنه أيضا فيه إيجابيات يعني اللي عم بحصل هذا خليني أجيب لكم مثال مثلا لما أنت بدك تفتح مشروع تكون المعاملة ماشية تكون متسهلة أمور الشراء وأمور الديكور هذا كله رح يعطيك نفسية حلوة لما تتعقد الأمور رح تتراجع نفسيتك لدرجة أنه أنت بحاجة لدعم وجود التباطئ عطارد ووجود المشتري مقابل لأله هو هذا الدعم لألكم أنه تخرجوا من كل السلبيات اللي حكينا لها هو إعادة بناء نهاية وبداية وكلنا بنعرف لما يكون فيه نهاية وبداية رح يكون فيه تعب رح يكون فيه تفكير أنه شو رح أعمل ليش وصلت لهاي المرحلة ليش أموري عم تتراجع هذا التعب النفسي هو نتيجة التراجعات اللي عم بتحصل ببعض الكواكب ولكن وجود عطارد مواجه للمشتري هو شيء إيجابي بعض الإحداثيات اللي عم بتصير فيها تراجع ولكن 10-20% خلينا نتجاوزها وما نفكر فيها بدنا ناخذ الأمور بسلاسية وبسهولة لحتى نقدر نتجاوز هاي المرحلة كثير من الناس اللي عم تصحى الصبح تلاقي حالها معصبة متوترة مش طايقة تسمع حدا أمورها ما عم تمشي صح بدنا نطلع من هذا الموضوع ونفكر أنه كيف نبدأ من جديد هذا الشيء رح يدعمكم ويساعدكم أنه تخرجوا من الحالة النفسية السيئة اللي عم تمر على كل الأبراج نرجع لشهر 9 والفترة الأولى من شهر 9 الحمل تزداد الاتصالات واللقاءات وكذلك تزداد المسؤوليات في ضغط كثير كبير على برج الحمل وهذا اللي حكيناه قبل شوي ضغط نفسي حاول أنه ما تخلي ينعكس على الناس اللي حواليك سواء مع العائلة أو مع الشريك قراراتك رح تتراجع شوي ممكن تتراجع عن هدف وهذا ما بيخدم مصلحتك هذا التراجع هو سلبي بدنا الإيجابي تبعه هو الاستقرار هو الثبوت على الشيء اللي انت فيه تختلف الأمور من شخص لشخص بالنسبة للمتابعات الصحية ولكن المتابعات الصحية ومعاملات السفر والسفر أيضا هو وارد جدا كمان هاي الفترة ممتازة جدا أنك تلاقي الحلول وهاي من الإيجابيات اللي حكينا عنها رح تلاقي حلول لأمور كانت صعبة عليك بالسابق بالنسبة لبرج الثور الفترة الأولى يعني انتهت الضغوطات لأنه حكينا احنا 15 الشهر بدها تنتهي كل الضغوطات على برج الثور ويبدأ بدايات جديدة يرجع يستعيد قوته وطاقته ويتنفس السعداء لحتى يعوض كل ما فاته بالشهرين الماضيات انفراج مالي ولكن بدك تحذر بالمقابل الإسراف وشراء أمور أنت مش بحاجة إلها يعني الإسراف الغير مبرر انفراج مهني تزداد اللقاءات في اتصالات مع الخارج لعمل أو لسفر أو لشراء شيء معين قد يكون للناس اللي عم تشتغل بالاستيراد والتصدير تحصل على عروض جديدة كمان المصالحة مع أحد الأشخاص وارد جدا إيجاد الحلول لمشاكل معقدة ممكن كمان هاي الفترة رح يصير عندك الرغبة بالتغيير بالبيت صيانة شراء أمور جديدة تغيير أثاث بدك تحط جدولة مالية بالأول الفلكية لشهر 9 الفترة الأولى جوزاء سرطان أسد عذراء وكمان الميزان والعقرب مبارح حكينا لهم والقوس كمان حكينا خلينا نحكي للجدي الجدي الفترة الأولى فترة جيدة وممتازة جدا ولكن كمان فيه سلبيات ما تخلو من الضغوطات تعاني التأخير بوضع مالي معين بدك تنتبه لصحتك بدك تحضر المصاريف الغير مبررة ممكن تلاقي القدرة على متابعة أكثر من شيء بأكثر من اتجاه عندك هاي القدرة أنك تتابع الأمور بأكثر من اتجاه لذلك هذا الشيء مهم هذا الشيء جيد ويعتبر إيجابي تعيد جدولة أعمالك أكثر من مرة وكمان في عندك اللي عنده اتصالات مع الخارج راح تكون ممتازة جدا للسفر أو للدراسة تنتهي بعض المعاملات القانونية بشكل جيد وأيضا معاملات السفر راح تكون جيدة راح تبدأ بالتخطيط لمشروع جديد وهذا اللي حكينا عبل شوي أنه راح تنهي شيء وتبدأ بشيء جديد عليك أنه الضعف الجهود تستشير ذوي الشأن تنتبه بشكل خاص لكل صغيرة وكبيرة كمان بدك تهتم بالشريك العاطفي والشريك المهني بشكل أكبر برج الدلو فترة تحمل التغيير على كل المستويات كمان عنده نهايات وبدايات جديدة ما تخلو من بعض السلبيات في غربلة بالعلاقات يعادة تنظيم حياتك من جديد أيضا راح تلاقي حلول مناسبة لبعض المشاكل اللي كانت موجودة من بداية السنة سواء كانت مع أفراد الأسرة وغالبا راح تكون مع أفراد الأسرة أو مع الأصدقاء أو بالعمل متابعة معاملات أيضا جيدة عليك أنه تحذر الكذب وكذب الآخرين بتوصيل بعض المعلومات اللي هي مش صحيحة فما تأخذ أي إجراء لأنه هاي من سلبيات مواقع الكواكب يعني عم بتأثر عليك بعلاقاتك العامة والخاصة أنه في كذب ونفاق ونميمة فبدك تنتبه ما تتخذ أي إجراء اتجاه هذه الأمور بدك تنتبه للأمور المالية ولعلاقاتك بالعمل احذر التفكير بالماضي أو أنك ترجع لعلاقة من الماضي آخر برج عندنا الحوت الفترة الأولى فترة جيدة ولكن أيضا راح تحمل الضغوطات مش زي الأشهر الماضية كان الحوت وضعه ممتاز جدا على كل المستويات هلأ في انتباه مضاعف عليك أنه تنتبه للأمور المالية ما تجازف وما تدخل بتحديات وتنتبه من التعاملات المادية الكبيرة وما تقرض الأموال لحده لأنه ما راح ترجع عليك أيضا وضع الحدود والنظام ووضع الحدود مع التعاملات مع الناس العلاقات الاجتماعية فترة جيدة لإنهاء الخلافات على المستوى الخاص والعام وأحذر الأعداء والمنافسين وما تدخل بتحديات بهيك حكينا لك كل الأبراج لشهر 9 مبارح واليوم الفترة الأولى والأحد إن شاء الله راح يكون عندنا العشر أيام الأخيرة من الشهر وأتمنى لكم كل الخير يسعى الصباحكم اشتركوا في القناة